السؤال الآن بماذا تتميز اللغة العربية عن غيرها من اللغات؟ بمعنى آخر ما الخصائص المميزة للغة العربية؟ ولماذا يجب على معلم اللغة العربية أن يكون ملماً إلماماً جيداً بهذه الخصائص؟ بداية لا بد أن أشير هنا إلى أن الحديث عن خصائص تميز اللغة العربية لا يعني أبداً أنها تنفرد بهذه الخصائص عن بقية اللغات الإنسانية ولكن يعني أن هذه الخصائص تبرز وتظهر في مجال اللغة العربية وتشرق فيها أكثر من غيرها من اللغات الأخرى لعل أولى الخصائص التي تميز اللغة العربية هي أنها لغة صيغ فاللغة العربية تمتلك مجموعة من الصيغ القياسية التي تسمح ببناء مفردات على أوزان محددة كصيغة اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة المختلفة واسم الآلة واسم الزمان واسم المكان تشكل هذه الصيغ مع الاشتقاق اللغوي أساسان مهمان لتوليد المفردات وبناء الكلمات وهو ما يثري اللغة العربية ويقصد ببناء الصيغ إذن أنه يمكن تشكيل قدر كبير من الصيغ من أصل اللغوي واحد كذلك نجد أن اللغة العربية لغة إعراب فالإعراب كما يقول النحاة هو أساس المعنى ويقصد بالإعراب أن للغة قواعد محددة في ترتيب الكلمات وفي تحديد وظائف الكلمة في الجملة وفي كيفية ضبط آخر الكلمة حسب موقعها من الكلام داخل الجملة وهذا مما يساعد على دقة الفهم عن اللغة العربية كذلك نجد أن اللغة العربية لغة تصريف ففي اللغة العربية ربما يتغير حرف بحرف آخر كان يترتب عليه الثقل مثلا كلمة ميزان ماذا كان أصلها في اللغة كان أصلها موزان فتغيرت الواو وصارت ياء لتصبح الكلمة ميزان تجنبا للثقل أيضا هناك خاصية تشير أن اللغة العربية لغة غنية في أصواته إلا توجد لغة من اللغات تبلغ ما بلغته اللغة العربية من الوفاء بالمخارج الصوتية على تقسيماتها الموسيقية حتى لا يسميها بعض الباحثين في مجال علم اللغة أنها اللغة الشاعرة أو أنها اللغة الموسيقية أو أنها اللغة الفنية وذلك لكسرة أصواتها واستيفائها كافة مخارج النظام الصوتي للإنسان ووجود أصوات فيها لا توجد في أي لغة أخرى مثل صوت الضاد أيضا اللغة العربية لغة غنية في مترادفاتها حيث تمتلك اللغة العربية عددا من المفردات يفوق ما تمتلكه كافة اللغات الأخرى للتعبير عن المعنى الواحد كما تتعدد فيها الدلالات بتعدد المفردات والكلمات فكم من مفردة في اللغة تعبر عن حالة الحب أو الوجد أو الغرام أو الشوق أو اللهثة أو العشق وكم من مفردة تعبر عن السيف أو المهند أو الصارم أو البطار أو القاطع أو الهندي أو الأبيض وهكذا إذن اللغة العربية لغة فيها مترادفات شتى وهي سرية في هذا السياق وتسبق كل اللغات الأخرى اللغة العربية كذلك لغة اشتقاقي ظاهرة الاشتقاق أكثر وضوحا في اللغة العربية من غيرها من اللغات والاشتقاق معناه أن للكلمة أصول ثلاث وأنها تتمثل في عائلة من الكلمات بعضها أفعال وبعضها أسماء وبعضها صفات ومن هذا الجذر اللغوي يمكن لنا أن نشتقى ونبني عددا كبيرا من الكلمات خذ عندك مثلا الجذر اللغوي كتب يمكن أن نشتقى منه كاتب ومكتوب وكتاب وكتاب ومكاتيب وكتاتيب وكتابة ومكتبة إلى آخر هذه الكلمات أيضا اللغة العربية لغة محاصرة ومعنى أنها لغة محاصرة أن المستوى الفصيح فيها محصور بين اللهجة العامية من أسفل واللغة الأجنبية من أعلى وهو ما يقلل من مساحة استخدام اللغة الفصحى في المجتمعات العربية المعاصرة فاللغة العامية تزاحمها حتى في قاعات الدرس حتى في المساجد حتى في الأماكن التي يجب أن تستخدم فيها اللغة الفصحى كذلك هناك خاصية تشير إلى أن اللغة العربية لغة مرنة في بناء جمله فاللغة العربية تتميز بظاهرة النقل بالنسبة لوظائف المفردات والجمل فالمعنى الواحد يمكن التعبير عنه بأكثر من صيغة ثم يعبر عنه بصيغة أخرى انظر مثلا إلى جملة أدخلت الخاتمة في إصبعي ما كم التعديلات التي يمكن أن ندخلها على بناء هذه الجملة يمكنك أن تقول أدخلت الخاتمة في إصبعي أو أدخلت في إصبعي الخاتم أو في إصبعي الخاتمة أدخلت وهكذا كما أن اللغة العربية لغة غنية بوسائل التعبير عن الأزمينة النحوية حيث يمكن التعبير عن كل زمن بأكثر من طريقة كما يمكن استخدام النواسخ الفعلية مع الأفعال وهناك بعض الأفعال الخاصة بتعبيرات الزمن كل هذا يجعل هناك مرونة كبرى في بناء الجملة العربية كذلك اللغة العربية لغة متنوعة في جملها فالعربية ذات أنماط مختلفة للجملة ففيها الجملة الإسمية والجملة الفعلي وفيها الجملة الخبرية والجملة الإنشائية وفيها الجملة الاستفهامية وفيها الجملة الدعائية وغير ذلك من أنماط الجمل التي تتميز اللغة العربية بها